نروح للصحافة الرياضية في اليوم السابع تحديداً ونرهان طبعاً موجودة هناك ونتابع معها أما الأخبار المحلية والعالمية أكيد نرهان صباح خير صباح عليك يا ناو كريم ومعاكي منشطات مهمة جداً تتكلمي كمان عن القرى الإنجليزية مش بس محلياً وكمان عايزين نتكلم ونشوف ايه اللي كتب عن طبعاً فوز الأهلي وعايزة روح معاكي برضو للقمة الإيطالية المهمة النهاردة بين نابلي وميلان كل ده هنتعرف عليه من خلالك فضاليا نرهان يا صباح الخير يا ناواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا زي ما قلت يا ناواند هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلقكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وأول منشط معنا من موقع جريدة اليوم السابع الأهلي يغلق صفحة المريخ السوداني ويستعد لموقعة برامتز بالدوري أغلق الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة الجنوب الأفريقي بيتسو مسماني صفحة مباراة المريخ السوداني طبعا اللي أقيمت أمس في التساع مساء كان طبعا على أستاذ الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومن المقرر كمان أن يبدأ المارد الأحمر حسب تقرير اليوم السابع استعداد لمواجهة برامتز المقرر لها إن شاء الله يوم الثلاث المقبل في التامنة مساء على أستاذ الأهلي والسلام أيضا في اللقاء المؤجل أيضا من الأسبوع التامل لمسابقة الدوري الممتاز كمان تقرير اليوم السابع قال أن المارد الأحمر أو الشراطين الحمر بيتطلعوا لمواصلة الانتصارات المحلية أمام برامتز بعد الفوز الأخير على فرقه بالجولة الماضية بربعية مقابل هدف كمان خلينا نقول أن فريق برامتز يعد منافس قوي كما ذكر تقرير اليوم السابع للنادي الأهلي على درع الدوري هذا الموسم النادي الأهلي بيملك في جعبته 25 نقطة بعدما خاض تسع مباريات وفاز فيه ثمان مواجهات وتعادل فيه لقاء واحد ولم يخسر النادي الأهلي الحمد لله محليا فيه ولا فيه أي مباراة وسجل لعبه والنادي الأهلي 27 هدف وتلقت شباكه ثمان أهداف ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصارات متصدر برامتز يعني يمكن تقرير اليوم السابع طبعا ذكر أن برامتز متصدر الدوري ب 26 نقطة بعدما خاض عشر مباراة فاز فيه ثمان لقاءات وتعادل فيه مباراتين ولم يخسر أي مباراة أيضا وسجل لعبه 20 هدف وتلقت شباكه خمس أهداف يمكن تقرير اليوم السابع كان شافي وكافي لمباراة الأهلي إن شاء الله القادمة لأمام برامتز تاني يمكن منشط معنا من موقع كورة تصريحات لمدرب المريخ عقب طبعا الفوز أمس فوز النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين زي ما شفنا مدرب المريخ عبر كورة ونقلت تصريحات المدرب فيه المؤتمر الصحفي وقال إنه لا اعتراض على مواجهة الأهلي مرة أخرى في القاهرة يمكن طبعا لي كلارك مدرب المريخ قال إنه حزين بعد الخسارة أمس أمام الأهلي بعدما كان بيمني نفسه بتحقيق الفوز ووجه كلارك الشكر للشعب المصري على حسن الضيافة خلال الفترة الماضية زي ما احنا عارفين نادي المريخ بياخد مبارياته على أستاذ الأهلي والسلام واتم طبعا المدير الفني للمريخ تصريحاته اللي أشاد بيها بنجم نادي الأهلي محمد شريف وقال إنه هو مهاجم كبير وقال إنه هو درب اللاعبين أيضا على تحرقاته ويمكن كمان قال إنه لا يوجد إعتراض على مواجهة النادي الأهلي مرة أخرى في القاهرة زي ما كان بيشاع في الأيام الماضية أو قال أي مكان آخر تالت منشت معنا من موقع وجريدة الشرق الأوسط يمكن بقى نروح للعالمي شوية زي ما قلت يا نهواند ليفربول يشدد الخناق على منشستر سيتي وربعية لتشلسي في مارما بيرنلي ساديو ماني مبارح منح ليفربول هدف وفوز غالي جدا على وست هام يونيتد في مباراة أمس يمكن يقترب الريدز من منشستر سيتي متصدر الدوري ولكن المدرب يورجين كلوب اعتبر نفسه فيه تصريحاته عقب المباراة محظوظ للخروج بالتلات نقاط في مباراة أمس كمان خلينا نفكركم ان ليفربول لديه 63 نقطة من 27 مباراة خدهم في الدوري الإنجليزي بينما منشستر سيتي اللي بيستضيف النهاردة منشستر يونيتد يمتلك 66 نقطة بعد 27 مباراة أيضا خدهم وكمان خلينا نقولكم انه تشيلسي فاز بربعية أمس على بيرنالي في مباراة كانت مهمة جدا للبلوز ويعزز مركزه في جدوى المسابقة الدوري وأصبح تالت الدوري برسيد 53 نقطة متقدم بفارق 6 نقاط على منشستر يونيتد صاحب المركز الرابع آخر خبر معنا ودربي الغضب ودربي منشستر طبعا من صحيفة الوفد الليلة منشستر سيتي يصطدم بليونيتد في دربي الغضب وجوارديولا عقدة كروية لرونالدو طبعا تقرير الوفد ذكر انه المواجهة تكون من العيار الثقيل ووصف الدربي بدربي الغضب طبعا النهاردة منشستر يونيتد هيحل ضيف على منشستر سيتي في المباراة اللي هتقام على ملعب الاتحاد معقل منشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي كمان خلينا نقول انه على مدار مشوار السنائي كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي واجه بيب جورديولا في مواجهات حسمة جدا كريستيانو رونالدو يعني فاس في 16 مباراة او تواجه في 16 مباراة فاس فيهم كريستيانو والمدرب الأسباني فاس في 8 مقابل 4 انصارات للعب البرتغالي بينما حسم التعادل 4 مواجهات اخرى يمكن رونالدو سجل 7 اهداف خلال هذه المواجهات ومن الوفد ايضا قمة ايطالية على سباق اللقب بين نابولي وميلان زي ما قلت طبعا برضو هنا هواند في ديربي من نوع خاص في الدوري الإيطالي النهاردة هيحل اسليميلان الإيطالي طبعا ضيف سقيل على نابولي في المباراة اللي تجمعهم في الساعة العاشرة الا ربا على ملعب ديجو أرماندو مارادونا ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري الإيطالي كمان خلينا نفكركم ان ميلان بيحتل المركز التالت براسيد 57 نقطة ويسعى لتعويض تعصره الأخير أمام أودنيزي اللي أفقده الصدارة بالتعادل بهدف لكل فريق خاصة انه لا مجال لإهدار المزيد من النقاط أمام ميلان إذا ما أراد مواصلة المنافسة على اللقب دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو تغطية رائعة كالعادة ينورهام نشكرك عليها جدا أنا وكريم شكرا جزيلا